صاحب النقبي حاصر مسلمة بن عبد الملك قائد جيوش المسلمين حسناً فاستعصى على المسلمين ولاحظ مسلمة نقباً في سور الحسن فندب الجند إلى تسلق الحسن والدخول من هذا النقبي لفتح بوابة الحسن من الداخل فما تقدم لهذا الفعل أحد إلا رجلاً واحداً خرج ملثماً من بين الجيش وكان يعلم كما يعلم جميع الجندي أن التقدم إلى هذا النقبي يعني أن الشهادة في سبيل الله تنتظره وأنه إن وصل إلى النقبي واستطاع القفز منه وراء سور الحسن فإنه سيكون أمام الأعداء وحده وأن الشهادة أيضاً تنتظره لكن حبه للشهادة ولنصرة الله والمسلمين كان أقوى من خوفه من الموت وما كان إلا إن أفلح في تسلق السور ودخول النقبي وفتح باب الحسن لجيش المسلمين ففتح الحسن وانتصر المسلمون وبعد انتهاء المعركة نادى مسلمة بالجندي أين صاحب النقبي فما جاءه أحد فنادى إني قد أمرت الآذن بإدخاله ساعة يأتي وإني أسأله بالله إلا جاء إن كانت لي عليه طاعة وأمر الحارس أن يدخله عليه إذا جاء في أي ساعة من ليل أو نهار فجاء رجل فقال للحارس استأذن لي على الأمير فقال له أنت صاحب النقبي قال أنا أخبركم عنه فأتى الآذن مسلمة فأخبره عنه فأذن له ولما دخل الرجل على مسلمة قال له إن صاحب النقبي إن شئتم أن أعلمكم به يأخذ عليكم ثلاثاً ألا تكتب اسمه في صحيفة إلى الخليفة ولا تأمر له بشيء من المال أو من متاع الدنيا ولا تسأله عن اسمه أو من أي قوم هو قال مسلمة فذاك له حينها قال الرجل أنا هو أنا صاحب النقبي فأراد مسلمة أن يتعرف اسمه فلم يستطع وأراد أن يكافئه فلم يقدر وفاء بما اشترط صاحب النقبي عليه فكان مسلمة لا يصلي بعد ذلك صلاة إلا قال اللهم اجعلني مع صاحب النقبي ترجمة نانسي قنقر